رحب الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط بإعلان أرمينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين معكدا أنه قرار شجاع يعكس وقوف هذه الدولة الصديقة في الجانب الصحيح من التاريخ وقال جمال رجدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة أن توسع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعكس اقتناعا متزايدا لدى المجتمع الدولي باستحالة استمرار الاحتلال ونقل رجدي عن الأمين العام للجامعة العربية المناشدة لكافة الدول التي لم تقدم على هذه الخطوة بعد اتخاذ القرار السليم أخلاقيا والصحيح قانونيا وسياسيا بالاعتراف بدولة فلسطين في أقرب الآجال